خمسة أدوية استحوذت على استهلاك المصريين فخلال عام وحتى سبتمبر 2023 تخطت مبيعات هذه الأصناف الخمسة خمسة مليارات وخمسمائة مليون جنيه لتتباين بين مضاد ومسكن للآلام ومعالج للالتهابات والجلطات فتصدر دواء كونترولوك لعلاج التهاب المريء والقرحة المبيعات بقيمة مليار ومائتي مليون جنيه والمضاد الحيوي أوغمنتين ثانياً بنحو مليار ومائة مليون جنيه أما باندول الأكثر شهرة فحل ثالثاً وذلك بمبيعات بلغت مليار ومائة مليون جنيه فيما كان رابعاً علاج التهاب المريء والحموضة زوركال بمبيعات قدرت بمليار جنيه وجاءت حقن كليكسان خامساً بمبيعات بلغت تسعمائة وسبعة وسبعين مليون جنيه ليزداد الإقبال عليها بسبب الاهتمام بالصحة بعد الجائحة ورغم ارتفاع أسعار هذه الأدوية بسبب تكاليف موادها إلا أن مصر ما تزال سوقاً رخيصاً للأدوية عالمياً